بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدرس الأول من سلسلة دلوس شهر برنامج STORM في هذا الدرس سوف نقوم بشرح طريقة تحميل البرنامج من الموقع الرسمي لجهزة الميوتر الخاص في المستخدم في البداية ومن أجل دخول إلى رابط الموقع على الإنترنت يجب استخدام أحد المستعرضات الإنترنت مثل سوف نقوم بفتح جوجل كروم ثم كتابة عنوان أو رابط الموقع على الإنترنت وهو كما يلي سيتم الآن فتح الصفحة الرئيسية للموقع هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع من خلال هذا الموقع يستطيع المستخدم التفاعل والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة وسنقوم بشرح الموقع بالتفصيل للسلسلة الدروس القادمة بإذن الله في التبويبات بالأعلى تظهر تبويب تحميل النسخة المجانية نقوم بالضغط عليها ليتم فتح الصفحة الخاصة بتحميل نسخة المجانية ولتحتوي علامة معلومات خاصة بالبرنامج ومقاطع الفيديو لشرح عملية التنصيب والتحميل في منتصف الصفحة يظهر الرابط الخاص بالتحميل كما نرى تحميل النسخة المجانية من برنامج يستطيع المتكامل الإصدار الخاص بالشبكات يمكن من خلال الضغط على هذا الرابط أو على الصورة في يسار الرابط سننتقل مباشرة إلى صفحة التحميل هذه هي صفحة التحميل إذا ما حركنا الموز الأعلى سنجد وجود سهم صغير عند الضغط عليه سيبدأ التحميل أو الضغط على الزر في منتصف الشاشة باللون الأزرق ستدخل الصفحة الخاصة ببيانة البرنامج وغيرها نقوم بالضغط على داون لود وسيتم مباشرة البدء بتحميل البرنامج إلى جهاز المستخدم كما يظهر هنا مباشرة ننتظر حتى اتمع العملية التحميل وبهذا نقوم قد أنهينا هذا الدرس والخاص بشارح طريقة تحميل البرنامج إلي جهاز المستخدم الطريقة سهلة ولا تستغل لكثير من الوقت وفي سلسلة الدروس القادمة سوف نقوم بشارح طريقة التنصيب وأهم مميزة البرنامج إضافة إلى طريقة التعامل مع البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته